شعبية متحدة إلى السودان الشمال وغايدة العزيزة الحلو وفي نفس اليوم مبارح يعني ومنا صباحا إلى كاودة ومساء انتهينا في مدينة كادوغلي وقضينا الليل في مدينة كادوغلي وصباح اليوم في اجتماعات متواصلة أنا أترك لكم السيد رئيس الوزراء يحدثكم عن الرحلة بعد كده إذا في أسئلة إن شاء الله بنفتح لعدد محدود من الأسئلة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحن عايدين حصي من زيارة ممكن نسميها طبعا زي ما انتم شايفين في الإعلام تاريخية للمدينة كادوغلي لبينا دعوة من الأخ القائد عبد العزيزة الحلو رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال والقائد الجيش الشعبي لتحرير السودان شمال الحقيقة كانت زيارة استقبلنا فيها بشكل ما حنقدر نجد العبارات لوصفه نصر معنا منكم جزوة أفتكر كان هناك اسمها وآخرين بهذه الزيارة يعني الآلاف من أهلنا في كودا بدنيين وعسكريين جولة لغانا كان التعبير حقيقي عن رغبة أهلنا في السلام وهي بكل تأكيد سوف تفتح آفاق ومجالات كبيرة جدا لتحقيق السلام وفي فترة وجيزة أتاحت أيضا فرصة لنتلمس بنفسنا وهو الوفد المعانا رغبة أهلنا هناك وفي خلال الزيارة برضو كان في فرصة لنغاش طويل وجاد ووضوح شديد في اجتماعات عامة ومغلقة مع قيادة الحركة لكن أنا راجع من هناك أفتكر أنه نحن نقترب من السلام بخطة واسقة واسابتة أفتكر هي فرصة تاريخية لتحقيق هذا السلام نسمع منكم أحمد إسماعيل وقال سنة العباد ويكون هناك من تواهد مردين بهذه البيانة فراخت إنه حصلت الحركة الشعبية كل هذا الجهن في شرط واحد هو إما المالية للدولة وإما حتى المالية المصير وكان في حفاظ غير أفراد وحتى الجواهن التي حضرت هذا الجنال وحتى الحفظ الكبير وكان تعليمهم نسمع أحمد العربي مراسل الغد علينا أنه من زيارة كان فيه اجتماع خاص برئيس الوزر ورئيس الحركة الشعبية أبد العزل الحير أبرز مدار بثاني هذا الابتماع وعلاقته أيضا من فوضات السلام الجاية يأتي لا أعرف من يأتي محلة الغد عالمانية الدولة وحق تقرير المنصير وطبعا يعني أنا في تقديرية أخونا من سونة ده ما كان مستغرب طبعا وما طرحي جديد الحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال طرحت هذا الموضوع في مفاوضات جواه وجاري حوله نغاش مستفيد في مسألة علمانية الدولة وحق تقرير المنصير وده يعني موضوع غيد البحث نحن بنعتقد في المسألة بناء السلام ما عندنا موضوع ما هننخش كل الحركات حركات الكفاح المسلح اللي بيتفاوض حس في جوبا لها الحق في إنها تطرح أي موضوع بتراه مهم في هذه العلاقة يعني ما عندنا تابوز نتكلم عن عالمانية الدولة نتكلم عن حق تقرير المنصير لكن في نهاية الأمر نحن نطمح لتوافق يقدر يعبر في أبريل 85 هذه فرصة تاريخية يجب أن نقتنمها لتحقير السلام لذلك سوف نتحاور مع إخوتنا في الكفاح المسلح هم الجزء أصيل من هذه الثورة نحن ما بدنا فاوض في الآخر المختلف لذلك يعني الناس لا تشعرهم في المسألة دي وأنا في تقديري بنقدر نصل حولها لتفاهم يخلق ذلك المشروع اللي حيوحد كل سودانين فيما يتعلق بالاجتماع الخاص وأبرز ما دار فيه هو اجتماع أيضا يعني تميز بالشفافية والوضوح تناغشنا في مسألة بناء السلام كأشيء أساسي ورؤية الحكومة الانتغالية في هذه المسألة ورؤية قيادة الحركة الشعبية فيها اتفقنا أن السلام والتفاوض في هذه المرة يجب أن يعالج جزور الأزمة ما ممكن نقيف في لمس القشور يجب أن نقوص في جزور هذه الأزمة من قضايا التهميش والهوية شكل الحكم كيفية إدارة السودان الدستور كل القضايا دي نغشنا فيها بوضوح وأنا أفتكر يعني هناك غدر كبير من التوافق والتفاهم اللي حيسمح بدفع هذا الملف لنهايات ترضي هذا الشعب شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا اشتركوا في القناة